اشتركوا في القناة هينشوفوا مراحل وطريقة تحضير هاد الوصفة نحتاجو زوشكيسان تعفارينة هنا تحبيت ضعفي الكمية رح تضعفي الكمية زوشكيسان تعفارينة رح ندير لهم ملعقة كبيرة زيت تحبيت ديري الزيت العادي تحبيت ديري زيت الزيتون رح ندير ملعقة صغيرة تعملح ما تكونش مملؤة بزاف اكيد الملح رح يكون حسب الضوء نمزج مليح هذك الزيت والملح يعني نبسس الفارينة تعي ونضيف لها ملعقة كبيرة تا خميرة فورية او خميرة الخمس هنا الخميرة تعي انا مزجتها مع السكر انتيا رح نديري ملعقة كبيرة تا خميرة وملعقة كبيرة تا سكر واللم بالماء الدافئ تحبيت المي بالحليب المي بالحليب انا رح نكتفي فقط بالماء الدافئ كما رحكم تلاحظو رح نلوح في الماء بالتدريج لانه الفارينة تعي تشرب شوية حبيت ندير الماء بالتدريج ونشوف العجينة كما رحكم تلاحظو راني لم فيها فقط يعني مني ندلك فيها ما والو العجينة تعيك ما تدلكيهاش رح تتحصلي على نتيجة ولا اروح كما رحكم تلاحظو بعد ما لميت العجينة تعي رشيتها بشوية تفارينة تقدري تدهني بالزيت بش تلقى المساحة اللي تخمر فيها على راحتها نغطيها ونخليها تخمر من جهة رح نوجدو الحشوية الحشوية نحتاج الخضر اللي رحكم تشوفو فيها عندي بطا طافل في الحلوة حبي ديري في الحار ديري طماطم وبصل هنا ضفت ايضا حتى الجريوات اللي هي القرعة الاخضر ولا القرعة بعد ما نكون نضفت الخضر تاعي وقطعتها على شكل مربعات كامل يعني كي البطاطا كي الفلفل كي البصلة كي جريوات نسبق في البطاطا كي ما رحكم تلاحظو درت لها الملح يعني درت لها رشات املح درت لها حوالي 3 حتى لربع ملاعق تعزيت تحبي ديري زيت زيتون ديري زيت زيتون ونجيب بلاطو اللي كنت فرشت فيه ورق الزبدة كي ما رحكم تلاحظو ورح نوزع البطاطا تاعي نوزعها مليح نحاول اني ما خليش حبه فوق حبه وندخلها للفرن الطيب يعني في عوض اني نقليها في الزيت رح نقليها في الفرن رح تكون طريقة صحية اكثر واكثر خاصة اذا كانت بزيت زيتون في مقلاكي ما رحكم تشوفو كنت حطيت الفلفل وجريوات مع بعضهم رح انملحهم ديلهم رشات عملح ونخليهم يتقلوا بعد ما يتقلوا رح نصفيهم نحطهم في اناء في ريسيبيون وفي نفس المقلات رح نقلي البصل هنا البنات الخضار كي نحب ندير سوفلي ولا ندير مو ملحات هكا نحب اني الخضار تاعي كامل انتبلها كامل انملحة يعني كل الخضارة رح نملحة وحدها بش تجيني مليحة ومتجينيش سامطة انتي تحبي طيبيهم بالملح طيبيهم بالملح وملحة في الاخير يعني كي ما تحبي بعد ما قليت جريوات والفلفل والبصلة كي ما رحكم تشاهدوا كنت جيبت كابد الدجاج هنا تحبي تديري فيونضاشي تحبي تديري الدجاج وش تحبي تديري ديري درت كابد الدجاج كي ما رحكم تلاحظوا وتبلتوا بالملح والفلفل الاسود رح نخليه يتقلها يا لبنات بعد ما يتقلها كي ما رحكم تشوفون نخليه في هذك العسارة اللي يكن اطلقها قيس ما تختار برك يعني ما نخليهاش تنشف وننحيها كي ما رحكم تشوفوش غول ولات بلا سوس في نفس الزيت تاع الكابد رح اللوح هذك الطماطم نقليها في هذك الزيت حتى نتنشف بعد ما تنشف رح نعود رجع لها هذك هذك الكبدة بها بالبلاصوس اللي رحي فيها ونخليها ثواني فقط على النار باش الطماطم هذك تديلي النكهة ولذوق تاع هذك الكبدة والسلصة انتاحة من بعدها رح نزيد نضيفها على هذك الخضاء اللي يكون تقليتها نفس الشي بالنسبة للبطاطا بعد ما طابت كملتها مع هذك الحشوة ورح نخلط كلش معها تحبي تزيدي معها نوع من انواع الزيتون رح تزيدي معها نوع من انواع الزيتون مثلا زيتون خضر ولا زيتون كحل كي ما تحبي انتي كي ما رحكم تلاحظو العاجينة خمرت الضعف لحجم التاحة يعني شكلها يعطيكم الخبر باللي رحي خمرت رح نعاون نروحي بالفارينة ندي غازيها نخرج منها هذك الغازات وفي طاولة العمل نزيد نرش الفارينة لانو العاجينة تاعي كي ما قلت لكم تكون طارية وتلسق نوعا ما في اليت نقسمها الاقسام متساوية ولا القطع المتساوية تحبي القطع التاعي كي يكونوا كبار تحبي صغاري وتحبي متوسطين واكيد حسب الشكل اللي بغيتي تديري همتي كي ما رحكم تلاحظو انا خرجت لي ست قطع نعاون نروحي قلت لكم بالفارينة لانها طريية جدا شوفوا لبنات كيفاش رحيتلسق نحلها كي ما رحكم تلاحظو على شكل طولي هناك يتحلوها يا لبنات حاولي انك ما تركزيش عن نصف يعني رح تركزي فقط على الاطراف وفي النص ما تركيهاش بزاف خليها شوي خشينا باش كي تلمي فيما بعد الساندويتش تاعك ولا السوفلي تاعك الحشوة ما تخرش كي ما رحكم تلاحظو رح نجيب الحشوة نحطها في النصف تاع العجينة كي ما رحكم تلاحظو ونحاول ما نخليش بزاف العجينة بش ما تجينيش ناشفة بزاف رح ندير جبن مبشور هنا تحبي تديري جبن ابيض ديلي جبن ابيض تحبي تديري جبن كريمي رح تديري الجبن كريمي ونبدأ اللم الاطراف بهذا الشكل كي ما رحكم تلاحظو هنا اذا ما ساعدتكش هذة الطريقة تقدري تديري الطريقة التقليدية تاع اللي سوفلي العاديين هنا كي ما رحكم تلاحظو بما انو العجينة تاعي طريا ما استعملتش الماء اما اذا يبستي العجينة نتاعك وانا ما ننصحكش انك تيبسي العجينة لانو رح تجيك يابسة وجيك ناشفة كي طيبها اذا قلتلك مثلا يبستيها رح تعوني روحك بالماء بعد ما نشكلها رح نحطها في بلاتو كي ما رحكم تلاحظو نحاول اني ينبعد القطعة على القطعة الاخرى باش كي ندخلهم يطيبو وما يلسقوش في بعض ومبعدها اذا لسقوا في بعضهم كي نحب نحيهم رح يتحلو بالدالي الحشوة رح تخرج نجيب سافار بيضاء اللي كنت درت لها قطارات من الخل تقدري تديري ايضا قطارات من الحليب او الماء وندهن الوجاه كي ما رحكم تشوفو هنا دي صندويتش تعيبانيش رح نخليهم يخمرو لانو الوقت اللي كنت نشكل فيهم دي جارة هم خمرو خاصة انو راني دي جمس خنى المطبخ التاعي نديلهم رشات عجلجلان كي ما رحكم تلاحظو وندخلهم يطيبو على درجة حرارة عالية لانو الحشوة الداخلة رحي طيبة والعجينة ما هيش خشينا وعلى كلين جميع انواع المخبوزات سواء هكا لي سوفلي ولا لي صندويتش ولا الخبز لازم يطيبو على درجة حرارة عالية هاوليك الصندويتش تعنا بعد ما طاب كي ما رحكم تشوفو شوفو الطروة يجيو خفاف ويجيو هشاش ويجيو اطريين والداخل كي ما رحكم تلاحظو ما يجيو شناش فين يعني الحشوة دي جا فيها سلسطة الطماطم وفيها الجبن المبشور ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتناها اليوم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة